اشتركوا في القناة النحو قلنا هنلتقط انفسنا لكن طبعا كان مفروض الكلام ده يبقى يوم الاحد القادم ربنا اكرمنا النهاردة بحلقة زيادة في يوم اضافي لنا عشان خاطر نراجع كل الفروع ونلبي كل رغبات ابنائنا الطلاب نراجع نحو ونراجع بلاغة ونشرح بايه منهج المتبقي ايه لنا وزي ما قلتلكم لا تنزعجوا نحن ملتزمون دوما بتقديم الدعم لابنائنا طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة السنوية نشوف كده النهاردة مراجعة النحو ويمكن حلقة النهاردة في مراجعة النحو هيبقى فيها شيء جديد بيطلبوا ابنائنا كتير او من الطلاب بيطلبوا النحو بالواقع فلما ما كان الوقت جايق عندنا نستخدم برمجيات ننجز وقتنا لكن الحمد في دلوقتي نقدر النهاردة نشرح بالحرقة والقلم الدروس التي درس الاستثناء والمقصور والمنكوس والممدود وما تسنيتهما وجمعهما جمعا سالما نشرح على قد ما نقدر حسب وقتنا اللي هيتفضل هنحاول نكمله في حلقات اخرى نبدأ اول حاجة بدرس الاستثناء وعايزك تفتح معنا الطالب اللي ما حضرش الدروس دي خالص يبقى كأنه ايسا بيحضرها من الاول هياخدها مش مجرد مراجعة ولكن هي تعتبر شرح مبسط مرة ايه اخرى احنا نفقنا ان اسلوب الاستثناء يبقى احنا نتكلم عن اسلوب الاستثناء وقلنا ان اسلوب الاستثناء هيبقى عبارة ايه عبارة عن مكسر يعني ايه هما الثلاث حاجات اول حاجة مستثناء وقلنا ان المستثناء منه يعني ما يبقى موجود وما يبقى مش موجود ده ادات ايه ادات الاستثناء وهي دي محور موضوع لان ادات الاستثناء بتدلني على اسلوب الاستثناء يتساسية بعد كده عندي عندي مستثناء والمستثناء ده هو بيأتي خلف او بيعاب ادات الايه الاستثناء بعدها على طول يبقى هو الاستثناء يبقى ان تدي له يبقى لو حبينا كده مبروط اللوحة دي كده هنقول ان المستثناء منه ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش موجود وهنا ادات الاستثناء لازم تبقى موجودة والمستثناء لازم يبقى ايه موجود بس هاجي كده هكتب حاجة ايه لقوي انا عندي دي موجودة على طول ودي موجودة لو المستثناء منه كان موجود يبقى في الحالة دي الاسلوب تام الاسلوب ايه تام لان عندي الثلاثة جاية لو المستثنى منه مش موجود هيبقى اسلوب اسمه ايه ناقص عايزك تفهم الكلام ده عشان الكلام يشرحه بالطريقة دي الاول مرة عشان يسهل على ابنائنا فانت لما تسمع بعد كده يقولك الاسلوب تام انت فهمت تام يعني ايه يعني المستثنى منه موجود صح تقولي اسمتما الاداة والمستثنى هم اسمتما موجودين مفيش خلاف على ذلك لما الاسلوب يبقى ناقص يعني المستثنى منه غير موجود كده دي اللوحة الاولانية اللي هي خريطة زهنية لاسلوب الاستثنى مكوناته تعال نشوف كده مع بعض نمسك ايه جزء عرفنا المستثنى منه نمسك بقى دات الايه عشان هي عصب درس قولنا عليها الاستثنى ان دي اللي طيب عبارة عن ايه عبارة عن نشوف هي مثلا سبيل المثال تكون حرف ممكن الاستثناء عبارة عن اسم وممكن تكون او بتستخدم بتستخدم ايه على كده نشوف اللي بتستخدم ده اللي بتستخدم حرف اللي بتستخدم حرف يمين هي الا دات الاستثناء ايه ايه لا يستخدم اسم اللي هم عندي غير وعندي ايه سوى طبعا فيه ابنائنا فهمين الدرس فبيتفرقوا بالنسبة لهم والامور سهلة وفضحة لكن اللي بياخد الدرس الاول مرة لازم يبقى مركز معنا كويس طيب الفعل بقى او حرف دي تلات ادوات ممكن يستخدموا فعل وممكن يستخدموا ايه حرف اللي هم ايه اللي هم حاشة وعدة وخلا حاشة وعدة وإيه وخلا يبقى خد بالك كده انا عندي ايه عندي ادوات الاستفهام ادوات الاستثناء عفوا ياما تبقى حرف زي الا ياما تبقى اسم زي غير او ايه او سوى يبقى دي كده حرف غير وسوى من الحالات الشزة ودي بتبقى لضرورات شعرية او غير ذلك لكن هي نادرا لكن تيجي قبلها ما ماشي بس اكتاب المدرسة عندنا بيقول ان هنا لا تستخدم مع ما لكن كتب النحو طبعا بتقول ان هي نادرا دي معلومة فقط لكن انت هتلاقي حاشة الوحدة لكن هنا عادة دي ممكن تلاقيها ما عادة وخلا تلاقيها ايه ما خلا كده خد لقطتك التانية دي عشان تبقى انت كده عرفت ادات الاستثناء لان ادات الاستثناء دي هي اللي هتدليني على اسلوب الاستثناء لو لقيت الا او غير او سوى او حاشة او عادة او خلا او ما عادة او ما خلا يبقى دا اسلوب استثناء بس برضو ما تروحش بعيد عني لان خد بالك ممكن غير تيجي بمعنى تاني خالص ما تبقاش ادات استثناء ممكن عادة خلا ما تبقاش برضو ادات استثناء نشوف معا اللوحة اللي جاية طيب في اللوحة اللي جاية هنيجي نتكلم عن ايه بقى خلاص احنا تكلمنا عن الادة تكلمنا عن المكونات تكلمنا عن المستثنى منه لو موجود هيبقى الاسلوب اسمه ايه طب لو مش موجود هيبقى الاسلوب اسمه ايه لو موجود المستثنى منه يبقى الاسلوب تام مش موجود هيبقى الاسلوب اسمه ايه نقص طب دلوقتي انا هديك انواع اسلوب الاستثناء يبقى انواع اسلوب الاستثناء انواع اسلوب الاستثناء يا شباب عبارة عن كم نوع عبارة عن سلاسة انواع كم نوع سلاسة انواع النوع الاول عشان تبقى فاهم وتبقى معايا في الصورة اللي هو هيبقى تام تام يعني ايه يعني المستثنى منه موجود تام مزبط لو حبينا كده نفسر الكلام ده هنقول تام يعني المستثنى منه ايه القلم ده مش واضح ناخد قلم تاني واضح يعني المستثنى منه موجود ماشي مزبط يعني غير منفي يعني غير ايه منفي غير منفي هو ايه يا استاذ اللي ممكن ينفي عندي الجملة هقولك اللي ينفي عندي الجملة ادى من الادوات دي يا لم يا لا يا لن يا ما يا ليس اي ادى من دولة قابل الجملة يبقى الاسلوب هنا هيبقى ايه هيبقى منفي غير كده هيبقى الاسلوب ايه مزبط طيب انت قلت لنا يا استاذ النوع الاول اللي هو تام مزبط تام يعني المستثنى منه موجود ومزبط يعني غير ايه تمام النوع التاني بقى اسمه يا استاذ النوع التاني على طول اسمه اسمه ايه اسمه تم منفي تم ايه منفي تم منفي واحدة يقول يا استاذ تم يعني ايه اقولك اهو تم اهو خلاص يعني المستثنى انه موجود طب منفي يعني يا أستاذ هقولك منفي يعني مسبوك بأدام الأدوات الخامسة دولة اللي هو لم أو لا أو لا أو ما أو إيه أو ليسة النوع التالت بقى اسمه إيه يبقى تم مصبر تم منفي خلاص يبقى النوع اللي فاضل اسمه ناقص منفي ناقص إيه منفي وناقص هنا خلاص إحنا عارفينها عارفين إنه ناقص يعني نقول إن المستثنى المستثنى منه غير موجود خد بالك اللوحة دي هي مفتاح الدرس في حالة لما هاجي أخد المستثنى بإيه لها دي مفتاح الاستثنى بإيه بإيه وبغير أو سوى الاسلوب تم مصبت يعني إيه تم منفي عرفناه يعني إيه ناقص منفي يعني إيه طب عايزين بقى نلخص يا أستاذ المستثنى بقى اللي هو هيجي بعد أداة الاستثنى هعرفه إزاي هقولك بسيطة لما هاجي أخد أول حاجة احنا اتفقنا الأدوات أسمناها مع بعض أسمناها لحروف زي إيه لأسماء زي غيرة أو سوى لحروف أو أفعال زي حاشة وعدة وخالة صحي كده تمام طب دلوقتي بما جاء أخد إعراب المستثنى بإيه لأ لأن إحنا أكيد أو المستثنى عموما إحنا بناخد الدرس ده عشان نعرف المستثنى اللي هو يقع بعد أداة الايه الاستثناء هقولك ببساطة أول حاجة كده هكتب لك عنوان هكتب لك إيه هقول المستثنى كده المستثنى بإيه لأ يبقى أول عنوان هو المستثنى بإيه بإيه لأ ده أول حاجة معايا طيب المستثنى بإيه لأ دوت عشان أشتغل فيه هشتغل فيه إزاي هشتغل فيه كالقاتي هنعمل كده كده ونقسم تلات تأسيمات هنقول هنا إيه هنقول هنا تام مزبت طيب وهنا هنقول إيه هنقول تام منفي طيب وهنا هنقول إيه هنقول ناقص منفي طيب يا أستاذ تم مزبت خلاص إحنا عرفناها يعني المستثنى موجود ها اللي هو المستثنى منه عفوا موجود والجملة غير منفية طيب ادينا مثال كده على التام المزبت هنقول لك ببساطة هنقول جاء الطلاب ماشي إلا طالبا إلا إيه طالبا يبقى أول حاجة جاء الطلاب إلا إيه طالبا ده في حالة الإسلوب التام المزبت طيب والتم المنفي هعمل إيه في التام المنفي هنقول لك نفس المثال ده هحزف منه حاجة هحزف منه إيه حاجة هقول إيه ده جاء الطلاب إلا طالبا هو نفس المثال بس هقول إيه هقول ما جاء الطلاب إلا طالبا خد بالك هنا عندي المستثنى منه هو الطلاب وعندي الأداة هنا أو المستثنى منه هنا الطلاب هنا في أداة نفي اللي هي مين اللي هي ما طب واحد قال لي أنا بعرف أو واحد عايز يعرف أنا بعرف المستثنى منه إزاي هقول لك بعد أداة الاستثناء بعد إلا فيه إيه طالبا طالبا جزء من مين جزء من الطلاب خلاص يبقى المستثنى من الطلاب ونفس الوضع ايه هنا طب المثال ده يا استاذ عايز اعمله ناقص منفي هقولك بسيطة هنخلي النفي زي ما هو وهنقول ما جاء هنقول ما ايه ما جاء وهجعل المستثنى منه واحزفه واقول ما جاء الا ايه طالبا يبقى انا كده عندي في التلات جمل التم المثبت جاء الطلاب الا طالبا التم المنفي ما جاء هنا جاء هنا ما جاش هنا الطلاب هم اللي جيهم واحد ما جاش هنا الطلاب ما جوش واحد اللي جيه عكسها على طول هنا ما جاء الا ايه طالبا حزفت الايه المستثنى ايه منه فهمت يعني ايه اسلوب تم مثبت يعني ايه اسلوب تم منفي يعني ايه اسلوب ناقص ايه منفي برضو يا استاذ ما قلت اللي ناش احنا بنتكلم هنا عن المستثنى بقلة صح طيب احنا عرفنا نوع الاسلوب وخدنا امثلة الكلمة اللي بعد دي إلا اللي في الثلاث جمل هنا طالبا عفواً الجملة الأخيرة فيها تصويب الجملة الأخيرة مش طالباً الجملة الأخيرة هتبقى طالباً هتبقى إيه طالباً وده هيبقى محور بقى الشرح بالفترة اللي جاي يبقى جاء الطلاب إلا طالباً ما جاء الطلاب إلا طالباً لكن هنا ما جاء إلا طالباً ده كده كان عبارة عن الموجز إليكم بقى الأنباء بالإيه بالتفصيل إن إحنا هنمسك اسلوب اسلوب في المستثنى بإلا اسلوب ايه? قلنا الاسلوب تام مزبت. ناخدها كده لوحدها. الاسلوب تام مزبت. يبقى الاسلوب تام ايه? مزبت. تعال نشوف لو تام مزبت. خلاص حكمه ايه? بص حكمه ببساطة كده. هيبقى المستثنى بقلة واجب واجب الايه? النظب. هيبقى واجب النظب. يبقى المستثنى بقلة في حالة الاسلوب التام المزبت. واجب النظب. اديني مثالي يا استاذ واعربهولي هقول لك ناخد المثال اللي لسه كنا جايبينه. جاء الطلاب الا طالبا. الكلمة المستهدفة ايه بالاعراب? طالبا. انت قلتلني يا استاذ حكمها واجب النصب. يبقى ببساطة كده هتقول على طول ممكن تقول كزا حاجة. ممكن تقول منصوب على الاستثناء او واجب النصب على الاستثناء او تقول المستثنى واجب النصب وعلامة نصبه كزا. كزا هنا ايه? الفتحة. وعلامة نصبه الايه? الفتحة. يبقى دي اللوحة الاولى. اللي ايه بتاعت لو الاسلوب تم المثبت? يبقى المستثنى واجب الايه? النصب. وده كله يا جماعة في المستثنى بايه? في المستثنى بقلة. اعتقد كده ماشيين بهدوء جدا وما فيش احسن من انك تستوعب الدرس من انك تركز معانا. طيب. كده دي اللوحة الاولانية قلنا التم المثبت يبقى واجب الايه? النصب. نعمك بقى شوية وندي حالات اخرى. طب هو تم مثبت. عايزين ناخد يا استاذ تم منفي. نحول الجملة. احنا اتفقنا. قلنا هنا. تم منفي. طب تم منفي يا استاذ. بعرفه ازاي? قال لنا ببساطة العمل. هي بسيطة. تم منفي هاتل لنا مثال. المسال بيقول ايه? بيقول ما جاء الطلاب. خد بالك بقى هنا. الا هنا هتتفرع تفريعتين. هتتفرع كم تفريعة? تفريعتين. الا بقى يجوز اقول الا طالبا. ويجوز اقول طالب وهشكلها دلوقتي. طيب لانها بتتعرف حاجة من الاتنين. يبقى هنا التم المنفي المستسنى هنا ليه حكمين. ليه كم حكم? حكمين. يا اما يكون واحد واجب النصب. اه جائز عفوا جائز النصب. دي الحالة الاولى. يا اما الحالة التانية انه يكون ايه? انه يكون المستسنى بدل من المستسنى منه. ايه الكلام الكبير ده? تعال نركز مع بعض. احنا قلنا الحالة الاولى ايه? جائز الايه? النصب خلاص اهو. يبقى مستسنى جائز النصب? هقول طالبا. الحالة التانية بدل من المستسنى منه? اه طالبا دي بدل من مين? بدل من الطلاب. طب الطلاب تتعرف ايه? ما جاء الطلاب فاعل. خلاص? يبقى دوت هيتعرف ايه? يبقى ده هيبقى بدل مرفوع بالضمة. يبقى كده انا عندي حالين. الحال الاولاني جائز النصب هنا وهتبقى على المتنصب الفتحة. والحل التاني هيبقى بدل من المستسنى منه وهيبقى هنا مرفوع لان الطلاب هنا ايه? فاعل مرفوع. انت اللي هتحدد هتقول لي طب وفي الامتحان في الامتحان ممكن يجيب لك في الاختيارات اجابتين. وممكن يجيبها لك كجملة ويقول لك بكل وجه اعرب المستسنى بكل وجه ممكن. يبقى لازم تمقيل له الحالة الاولى اللي هي ايه? هنا جائز النصب او تعرب ايه? بدل. يجي كلام كتير اوي في الاسئلة. احنا الحمد لله تدربنا في حلقة الاستثناء. لو انت رجعت للتدريبات بتاعتها اللي كانت معمولة برمجيات هتلاقي ان احنا قلنا حاجات زي كده ايه? كتير. طيب تعال نشوف احنا خدنا كده التام المثبت نراجع تاني. التام المثبت واجب النصب. التام المنفي يجوز النصب او يعرب بدل من المستثنى ايه منه? طيب هديك مثال تاني على التام المنفي عشان ساعات بيبقى جائز النصب ده بيبقى في حكم الواجب. في حكم الايه? الواجب. ازاي? هو جاء قال لي هنا ايه? قال لي ما قرأته الكتبة الا كتابا. انا ما اريتش الكتب الا كتاب. كتاب واحد هو اللي ايه? اللي اريته. طيب انا عايز اعرف فين المستثنى اهو? طيب انت يا استاذ ليه قلت كتابا وكتبت حاجة واحدة? هقول لك هي ليها كم اعراب? ليها اتنين? اللي هو جائز الايه? جائز النصب. صح? الحالة التانية انه ايه? انه هو بدل. طيب بدل من مين? بدل من الكتب. طيب تعال نعرف كده. ما قرأته فعل وفاعل. او قرأته انا يعني. قرأت ايه? الكتبة مفعول ايه به? يبقى بدل منصوب. طيب ما هو جائز النصب? وبدل منصوب? يعني كده بالزبط كأنه في حكم ايه يا شباب? كأنه في حكم واجب النصب. رغم ان حكمه الاساسي جائز النصب او بدل. بس حتى البدل كان منصوب. فهو كده خد كأنه حكم الايه? الوجوه. طيب. التام المنفي ده على فكرة فيه ملاحظات كتيرة او. فاحنا قلنا ملاحظة منهم. هنقول الملاحظة التانية. الاسلوب التام المنفي ايه اساس انت عرفته لنا? انه يبقى المستثنى منه موجود. المستثنى منه موجود. وتكون الجملة من فيها. صح? طيب. يعني يا استاذ لو انت جدت قمت قايل. ما كرأته. او بلاش ما كرأته دي. اه ما جاء من الطلاب الا علي. الله. علي. حالة واحدة يا استاذ. وجيبها علي. مش عاليا حتى عشان تبقى بدل منصوبة بتاع. لا. هقول لك بقى. بص. هنا الاسلوب منفي. خلاص. يبقى عرفنا ان دي اداة ايه? اداة نفي. يبقى الاسلوب منفي عشان عرفنا ان دي اداة ايه? اداة نفي. طيب. وهنا عندي المستثنى ايه? مستثنى منه? موجود. طيب يا استاذ. يبقى تم منفي يا استاذ. يبقى المفروض جيليها حالتين. هقولك لا. دي الملحوظة المهمة اول. هنا في مين? هنا في من. يبقى اذا كان المستثنى منه مجرور بايه? بمن? يبقى هو والعدم سواء. هو والعدم سواء. يعني كأنه ما فيش دي. كأنها ما جاء الا ايه? الا علي. يعني الاسلوب تحول من تام منفي في وجود من اتحول لناقص ايه? لناقص منفي. بس مش عاربه دلوقتي. ليه? هعاربه مع الناقص المنفي. لان من المفروض ان انا بشرح الدرس برجعه. في طلاب ما حضروش معنا قبل كده. فبيسمعه الاول مرة. فمش عايزة شتته. هشرح الناقص المنفي الاول وبعدين نعرف الجملة دي. تاني. ما جاء الا من الطلاب الا علين. اللي حصل هنا ان الطلاب المستثنى منه مجرور بمن? فقلت يبقى هو والعدم سواء. يبقى كأنه مش موجود يبقى الاسلوب منفي. والمستثنى منه مش موجود يبقى ايه? ناقص منفي. وده ليه اعراب ايه? تاني. وهقنعك في الجملة لما نيجي ناخد الاعراب هقنعك هو ناقص منفي ليه? مش تام منفي. طيب كده عرفنا. نقول تاني عشان خاطر ابنائنا. الاسلوب تم مزبط يبقى المستثنى حكمه واجب النصب. الاسلوب تم منفي يبقى المستثنى له حالتان اعرابيتان. الحالة الاولى يجوز النصب. الحالة التانية يعرف بدل من المستثنى ايه? منه? مع ملاحظة. انه احيانا يكون بدل منصوب. يبقى في الحالة دي جواز النصب مع بدل منصوب تدي جوجوب النصب. الملحوظة اللي قلناها على النوع دوت. قلنا اذا كان المستثنى منه مجرورا بمن اصبح الاسلوب ناقصا منفيا. يبقى انا دخلت كده في الايه? في الناقص الايه? المنفي. الناقص الايه? المنفي. طب حكم المستثنى. هنكتب له كده. المستثنى هنقول له يعرب على حسب موقعه في الجملة. واخد بقى عندك عدة ايه? جمل. يبقى يعرب على حسب موقعه في الايه? في الجملة. ناخد مثال كده هنا ونقول المثال اللي فات اللي احنا قلنا عليه? اللي هو ما جاء من الطلاب الا علي. فخلاص هي بقت ايه? ما جاء الا علي. لان انا اعتبرت من الطلاب كأنها مش موجودة. فهنا بيعرب على حسب موقعه. قالك تيجي على اداة النفي وتستبعدها. وتيجي على الا وتستبعدها لانها اصبحت ملغاة. وتقول جاء علي على طول تديك في النتيجة ايه? فاعل مرفوع بالايه? بالضمة. كده العملية بسيطة مش محتاجة منها غير ان انت زي ما قلت لك. وانت القواعد النحوية دي عايزة هدوء. والهدوء يتطلب منك ان انت تفهم القاعدة كويس واتطبقها. اصلا هي مش مش حاجات صعبة. دي بالضبط النحو ده عامل زي الرياضيات نظرية. بيديك معطيات وانت عليك تجيب البرهان في حدود المعطيات الموجودة. المعطيات اللي موجودة هنا ما جاء الا علي. اللي هي اصلها ما جاء من الطلاب الا علي. اسلوب نقص منفي. يقب يعرب على حسب موقعه في الجملة هشيل ما هشيل الا واعرب جاء علي بقت ايه بقت فعل. في طالب قال لي يا استاذ انت قلت لنا هتقول لنا ليه ما ينفعش الاسلوب هنا يبقى تم ايه اه منفي لو فيه من الطلاب يعني لو انا حطت كده من الطلاب. هقول لك ليه ما ينفعش. لان تعال كده مع بعض. احنا باخدين مكونات الجملة الفعلية. صح ولا غلط? صح يا استاذ? الجملة الفعلية مكونة من ايه? فعل وفاعل ومفعول به ان وجد. يعني المفعول به مش اساسي لان احيانا يكون الفعل يكون الفعل لازما واحيانا يكون الفعل متعديا. فالفعل اللازم مش محتاج مفعول ايه به. لكن الفعل حاجة اساسية. هنا بقول جاء ما جاء. الفعل جاء هنا فين الفعل بتاعه? دور في الجملة تشقلب فيها ادخل يمين ادخل الشمال هتلاقي الفعل بتاعها علي. يبقى استحالة يكون الاسلوب ده تم ايه منفي? لان التم المنفي يعني معناها ان المستثنى دوت ممكن يبقى جائزة النصب او بدل. واركان الجملة الاساسية موجودة. فين الفعل هنا مش موجود? لان دخول من الطبع دي على اللي هي الجرة يعني على المستثنى منه جعلته هو والعدم سواء زي ما ايه? زي ما قلت لك. طيب. يبقى النقص المنفي. خرجنا من الموضوع ده. النقص المنفي. يعرى بل حسب موقعه في الايه? في الجملة. ناخد بقى جمل تانية. ما قصة. الاسلوب هنا نقص ايه? ما نفي. لان ما فيش المستثنى ايه? منه. طيب يا استاذ هي عرب على حسب موقعهم في الجملة. شيل ما. شيل الا. قرأتو انا قصة. يبقى مفعول ايه? به. مثال اخر. ما جئتو. ما. جئتو. الا. راكبا. ما فيش مشكلة. تعال يا استاذ. شيل ما. وشيل. الا. جئتو. فعل وفاعل? جئتو انا. كيف جئتو? جئت ايه? راكبا. راكبا دي ما فاقول بيها يا استاذ? ما فاقول بيه ازاي? احنا قلنا في افعال لازمة. في افعال متعدية. هنا راكبا لا تدل على من وقع عليه فعل الفاعل. ولكنها تدل على هيئة الفاعل. كيف جئتو? جئتو ايه? راكبا. خلاص يا استاذ. احنا عارفينها. راكبا دي تبقى حال. حال منصوبة. يبقى تبقى ايه? حال منصوبة وطبعا منصوبة بايه بالفتحة ما فيهاش اي مشكلة يبقى مثال زي ده تاخد بالك ايه منه طيب نقفل على المثال ده كده ونجيب مثال تاني ومثال حلو بقى ليه بقى لما يجي يقول لك كده هنا بس المثال ده انا هجيبه لك باختيارات زي اخر الايه زي اخر العام هو بيقول لك هنا ايه بيقول ما في الحقيبة الا قلم ما في الحقيبة الا ايه الا قلم هنا جي طالب محترم بيفكر تفكير سليم قال لي يا استاذ فيه اداة نافي يبقى الاسلوب ايه منفي وقال لي يا استاذ قلم ده جزء من الحقيبة يبقى الاسلوب تم منفي يقول له وجابتك خاطئة انت كنت ماشي حلو لغاية دلوقتي ليه يا استاذ هو القلم مش جزء من الحقيبة هقولك لا مش جزء القلم جزء من الادوات المدرسية لجزء من الحقيبة ولا جزء من المقلمة روح كده اشتري شنطة وافتحها كده فيها الام طب لو انت ملقيتش الام في الشنطة تقول للرجل الشنطة نقصة طبعا مش مزبوط هي اصلها ما في الحقيبة ادوات الا ايه قلم اذا هنا اسلوب ناقص منفي يا استاذ ناقص منفي بيغرب على حسب موقعه في الجملة هنشيل ما هنشيل الا بقت الجملة في الحقيبة قلم قلت لنا يا استاذ في حلقات قبل كده ان الجملة اذا بدأت بجر ومجرور يبقى شبه جملة في محل رفع خبر ايه مقدم اهي في محل رفع خبر مقدم ايه هو اللي في الحقيبة قلم هي اصل الجملة قلم في الحقيبة ويبقى ده هيبقى ايه قلم هنا هتبقى تعتبر على طول هتبقى ايه مبتدأ ايه مؤخر طبعا انا كنت هعمل لك اختيارات قلت مش مشكلة دلوقتي كان الاختيارات انها هاجي كده على قلم دي كده هقوم كاتب لك بدل مرفوع مثلا دي اختيار اختيار ايه واحد وهاجي كده هنا هقوم اعمل لك مثلا اه على قلم خبر مرفوع وهنا هقول تلاتة فاعل مرفوع واربعة هنا هقول لك ايه مثلا على سبيل المثال اي حاجة نعت مرفوع طبعا او ما قلتش الاجابة عفوا هقول لك مبتدأ مرفوع ما قلتش مبتدأ مؤخر مش مشكلة بس هو ايه هو معي مبتدأ يبقى في الحالة دي هتبقى الاجابة الرابعة هي الاجابة ايه الصحيحة اللي هي طبعا مبتدأ ايه مرفوع طيب كده يبقى انا خلصت الانواع ايه التلاتة اللي هما انواع المستثنى بقلة في حالة لما يكون تم مزبط يبقى واجب النصب تم منفي جائز النصب او بدل من المستثنى منه مع ملحوظة ان المستثنى منه في التم المنفي اذا اه كان مجرورا بمن اعتبر الاسلوب ناقصا منفيا النقص المنفي يعرب على حسب موقعه في ايه في الجملة يبقى انت لما تيجي بتحل على طول لازم بتحدد نوع الجملة فجيه هو قال لك كده احبابته الفاكهة ماشي الا البرتقال طبعا انا ما بعبرش عن وجهة نظر شخصية عشان خاطر نبقى فاهمين الحمد لله انا بحب كل الفواكه ولكن هنا بنقول احبابته الفاكهة الا البرتقال على سبيل المثال يعني هو عايز اعراب البرتقال خد بالك طالما ان قال احبابته والاسلوب الاسلوب هنا مثبت وانت مغمت تعرف انه تام ما تدورش على المستثنى منه لان ما فيش حاجة اسمها نقص مثبت تام مثبت يبقى المستثنى ايه واجب النظم هيجي كده يعمل لي اختيارات هيقول لي واحد مفعول به هيقولك ما تحت هو خط يعرب مفعولا به ماشي ولا يعرب بدلا منصوب ولا يعرب مستثنى منصوب ولا دي تلاتة ولا اربعة الاجابة الايه الربعة مثلا يعرب ايه اه نعت مثلا منصوب طبعا هنا الاجابة بتاعتك في الدرس نفسه ده تام مثبت يبقى واجب الايه النظم ما تغلبش ايه اه نفسك يبقى على طول مستثنى ايه منصوب هي الاجابة الايه الصحيحة طيب تعالى كده نكمل مع بعض بقيت الايه الدرس احنا خدنا المستثنى بإيه لا هناخد المستثنى بغير او سوى المستثنى بايه بغير او ايه او سوى نزهر كده اسلوب الاستثناء يبقى المستثنى بغير او ايه او سوى ولكن هنكمله مع بعض ان شاء الله بعد الفاصل ابناء الاعزاء فاصل قصير ونعود اليكم انتظرونا مستثنى بغير او سوى ليه لان المستثنى بغير او سوى اعرابه مجرور بالاضافة خلاص هنتكلم قبل ما نحط المعلومات دي على الورق بعد غير او سوى مضاف اليه بعد غير او سوى مضاف ايه اليه بس لازم تدي كلمة غير بالذات غير تدي معنى الاستثناء لان احيانا غير لا تأتي بمعنى الاستثناء فبالتالي بتعرب على حسب موقعها في الجملة وهجيب لكم مثال ان شاء الله عليها بس بعد ما نشوف المستثنى بغير او سوى هيعرب ايه مضاف اليه تب ديني مثال انا لو جيت امتقايل مثلا ناخد التلات امثلة كده قلت جاء الطلاب المفروغ كنت بقول الا طالبا هتبقى ايه هتبقى غير طالبا غير ايه طالبا يبقى هنا الاسلوب تم مثبت في الحالة دي برضو هنا هيعرب مضاف ايه اليه طيب هجيب مثال تاني لو جيت امتقايل ما جاء الطلابه غير ها طالبا برضو الله ما هيقولنا اعربها سابت هقول ما جاء غيره طالبا يبقى في جميع الحالات كده المستثنى بعد غير او سوى اللي هو ده او ده او ده هيبقى مجرور بالاضافة مجرور بالايه بالاضافة يعني ايه استاذ مجرور بالاضافة يعني مضاف اليه على طول مستثنى بعد غير او سوى يعني هنا ممكن بدل غير هقول سوى ممكن بدل غير هنا هقول سوى ممكن بدل غير هنا هقول ايه سوى كده انا اعربت الجزء الاول من الدرس قلت المستثنى بعد غير او سوى هيبقى مجرور بالإيه بالإضافة طب غير أو سوى لها إعراب وقال لك تتبقى العملية كده إيه خلصت والعملية سهلة غير أو سوى لها إيه لها إعراب إزاي لها إعراب يا أستاذ هقولك دي بتاخد إعراب المستثنى بإيه بإلا بص كده معاي في أول مثال بيقول جاء الطلاب غير أو سوى طالبا جاء الطلاب غير أو سوى إيه طالبا الإسلوب هنا إيه هنكتبها كده بخط صغير الإسلوب تم مزبت صحي كده؟ المستثنى بإيه لا حكمه كان بيبقى إيه؟ حكمه كان بيبقى واجب النظب حكمه بيبقى إيه؟ واجب النظب من اللي واجبه النظب غير أو سوى عملية بسيطة غير أو سوى هنا هتبقى واجبة النظب في حالة إن الإسلوب تم مزبت هنعمل لكم لوحة بيها دلوقت طيب ما جاء الطلاب الإسلوب هنا تم منفي خلاص طالب 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 دي خلاص مجرورة بالإضافة طب غير أو سوى ارجع لقعدة التام المنفي يجوز النصب او يعرب ايه يعرب بدل من المستثنى منه تعالى كده نشوف لو هو جائز النصب يبقى غيرها هحط عليها ايه هحط عليها فتحة يبقى غيرها هحط عليها ايه فتحة طب ولو سوى مش هتحط عليها فتحة ليه لان سوى تعتبر اعرابها اعراب تقديري خد القعدة دي على طول يبقى سوى سواء كان اعرابها يستوجب النصب يستوجب الرافع يستوجب الجر لا فتحة ولا ضمة ولا قسرة تظهر عليها لانها تعرب اعرابا ايه تقديريا طيب تعالى كده خلاص يا استاذ انت قلتنا غيرها هنحط لها فتحة وسوى هنقول منصوبة طب لو هتبقى بدل ما جاء الطلابه الطلابه فاعل يبقى غيره هنا هتبقى بدل مرفوع يبقى كده دي بدل ايه مرفوع دي لوحة مجمعة هفكها لك دلوقتي ما جاء غيره طالبا الاسلوب نقص ما فيه يا استاذ كنا بنعمل ايه كنا بنحزف ما وبنحزف الا ما هو ما فيش الا يا استاذ خلاص انت هتقول جاء طالب جاء ايه طالب طالب كده هتبقى ايه كده هتبقى فاعل يبقى غيره هنا هي اللي هتبقى فاعل او سوى هتبقى فاعل بس بتضم المقدرة لكن في جميع الحالات هنا المستثنى بعد غيره او سوى هيعرب مجرورا بالايه بالاضافة نعمل لوحة كده تلمي الكلام دوت ونكتب كده هنا غير ونكتب هنا سوى ونقوم عاملين خريطة زهنية نقول غير او سوى هنقول المستثنى كده نكتب المستثنى بعدهما ها يعرب يعرب ايه يعرب مجرورا بالاضافة يعني ايه استاذ قلنا يعني مضاف اليه واضحة المعلومة دي ان شاء الله تبقى واضحة طيب لو كانت بقى هنا غير او ايه غير او سوى نفسها هنقول له كده يبقى غير او سوى هنقول له تأخذان اعراب المستثنى بقلة يبقى كده عندنا الخريطة الزهنية دي لو بروزناها كده هتلاقيها سهلة واضحة ونقولها تاني المستثنى بعد غير او سوى يعرب مجرورا بالاضافة واو يعني مضاف اليه وغير او سوى تأخذان اعراب المستثنى بايه بقلة ادينا امثلة يا استاذ اهو جاء الطلاب غير طالب الاسلوب يا استاذ تم ايه مزبط يبقى هنا غير واجبت ايه واجبت النصب لان نقولنا الاسلوب تم مزبط في الحالة دي هتبقى غير او سوى واجبت ايه اهي واجبت النصب صعبة ما فيهش اي حاجة صعبة طب ودوت هيبقى مضاف ايه اليه او نقول عليه مجرور بال ايه بالاضافة نجي بقى اللوحة التانية اللي هي بتاعت برضو غير او سوى ناخد الاسلوب لو تم ايه لو تم منفي طب ليه انا بجيب غير ما بجيبش سوى وانهم هما الجزين واحد عشان زي ما قلتلك ان蒋غا هقدر احط فاتحة هقدر احط ضمة هقدر احط قصرة لكن بالنسبة لسوى مش هقدر احط حاجة فانا عايز احط القصرة دي فانت تبقى فاهم ان هي مجرورة حط الفتحة تبقى فاهم ان هي منصوبة احط الضمة تبقى فاهم ان هي مرفوعة. هقول هنا ما جاء غير ايه? طالب خلاص طالب دي اجابتها سبتة ومعروفة. طالب دي بتتعارب ايه? هتتعارب مضاف ايه? او مجرور بالايه? بالاضافة. طب وغير الاسلوب هنا مالو? الاسلوب هنا تام عفوا ما جاء الطلاب. الاسلوب هنا تام منفي. يبقى لها كم حل? حل ليل. يا اما جائزة النصب يا اما بدل. والبدل هيبقى ايه? ما جاء الطلاب يبقى ده هياخد يا رفع يا نصب. النصب يبقى جائزة النصب. الرفع يبقى نقول عليها ايه? بدل مرفوع. دي كانت اللوحة التانية او ده كان النوع التاني. اللي هو ايه النوع التاني? اللي هو التام. المنفي غير او سوى بتاخد اعراب المستثنى بإلا يبقى لها اعرابان اللي هما يقمت نقول عليها جائزة النصب يا اما بدل من المستثنى منه. البدل ده بقى ممكن يبقى مرفوع يبقى منصوب على حسب ايه? الاعراب. تعالى طيب نشوف كده مثال اخر على النقص الايه المنفي. هنا لما اجا اقول نفس المسال. هقول ما جاء ما جاء غير طالب. الاسلوب نقص ما انفي. شلت ما شلت غير. جاء طالب هتبقى فاعل. يبقى غير هنا هي اللي فاعل. وهيبقى ده مجرور بالايه? بالاضافة او مضاف اليه. وهنا ده هيبقى ايه? هيبقى فاعل. تعالى كده اديك مثال على غرار الاخر الايه العام او على نظام امتحانات اخر العام. وحط لك اختيرات وانت تحله معايا على غير او ايه او سوى. حاجة يقول كده مثلا ما قرأته سوى قصة ما قرأته سوى ايه? قصة. السؤال ده هنجيبه مرتين. لو انا حطيت لك خط كده تحت سوى. وقلت لك ما تحته خط يعرب. ما تحته خط ايه? يعرب. وامتي كاتب هنا اه مستسنى منصوب او جيت هنا امتي قايل مفعولا به او جيت امتي قايل بدل منصوب او اربعة امتي قايل مثلا عليها فاعل. الاختيار هنا مش عشوائي. لازم تحدد نوع الاسلوب. لازم تحدد ايه? نوع الاسلوب. طب نوع الاسلوب عندي بحدده ازاي? بحدده وبشوف اول حاجة فيه اداة نفي. يبقى الاسلوب منفي. طيب قصة جزء من حاجة هنا? مش جزء من حاجة هنا. يبقى الاسلوب هيبقى ايه على طول? الاسلوب هيبقى ناقص ناقص منفي في الحالة دي يا استاذ انت قلت لنا النقص المنفي بيعرب على حسب موقعه في الجملة صح كده يبقى هاشيل ما هاشيل الا اللي هي بقت سوى وهقول قرأت قصة قرأت ايه قصة قرأت انا القصة في الحالة دي هتبقى مفعول به يبقى سوى هنا هي اللي هتبقى مفعول به بس بالفتحة المقدرة يبقى الاجابة عندي السليمة هتبقى مفعولا ايه به طب لو حطيلي خط تحت القصة انه وجاب الاختيارات يبقى اختار الاختيار اللي هو مجرور بالاضافة او اللي هو مضافئي اليه كده يبقى انا خط المستثنى بإيه لا المستثنى بغيره او سوى فضلي كده المستثنى بحاشة او عادة او خالة بس قبل ما انتقل لي هدي مثال يربط الاتنين الدرسين اللي فاتوا بايه ببعض ازاي هيجي يقول كده هنا ما ينجحوا ما ينجحوا الا المتفوقون نكتبوا بايه بخطة اوضح ما ينجحوا الا المتفوقون وجاء قال لي ايه قال لي ضع غير او سوى بدلا من الا واضبط غير وما بعدها يعني عايزك تحط غير هنا بدل الا وعايزك تضبطها هي واللي ايه واللي بعدها هقول لك على خطوة استباقية تعملها ايه الخطوة دي اول حاجة هتعرب المستثنى بإلا قبل ما تحول الجملة عشان اعرابه هيروح لغاية هو بيقول ما ينجح او ما نجح الا المتفوقون المتفوقون جزء من مين مش جزء من حاجة موجودة يبقى الاسلوب ناقص فيه اداة نافي اه يبقى ناقص منفي كمان لانه طالما انه هو الاسلوب ناقص يبقى لازم يبقى يبقى منفي عشان ما فيش ناقص مزبط يبقى يعرب الحسن موقعه في الجملة هتشيل ما وهتشيل ايه الا يبقى ينجح او نجح المتفوقون من اللي بينجح المتفوقون فاعل يبقى لما حط غير مين اللي هتبقى فاعل اهي دي كده فاعل لما حط غير غيره هنا بقت فاعل اللي بيجي بعد غيره او سوى بيبقى مضافق ليه يبقى المتفوقون تتحول للايه للمتفوقين وهتبقى مضافق ليه وغيره هتبقى يا شباب هتبقى فاعل مرفوع بالضم سواء المثال جي كده وحولته كده او جالك كده يعني ممكن تحول العكس يجوز دي ويجوز ايه دي ممكن يجي لك ده وممكن يجي لك ده ده مثال يربط ما بين الايه الاتنيد عشان خاطر الدرس بتاعنا يتقفل ويبقى فهمناه كله ناخد بقى حاشة او عدا او خلا دي سهلة اوي سهلة اوي اوي هلقصها لك في حتتين اتنين يعني احنا هنكتب كده المستثنى بيه بيه بقى بعد وخلا وحاشة وهنعمل كده عدا وخلا وحاشة هنا هنحط له شرط هنحط له ايه شرط هنقول له اذا سبقت بما يبقى سبقت هتبقى بما يعني معناها ان انا هلاقيها ما عدا هلاقيها ما خلا قلنا ما حاشة دي نادرة ومش هتشوفها انت لان المفروض كتابك كتاب الوزارة بيقول انها ما بدخلش عليها او نادرة الايه الحدوث فمش هتشوفها يبقى ما عدا او ايه ما خلا اذا سبقت بما سبقت بايه بما يبقى في الحالة دية المستثنى بقى اللي هو دوت ده هيبقى اعرابه ايه هنعتبره مفعول ايه به هتبقى مفعول به وفي الحالة دية هتبقى عدا اللي هي بقت ما عدا او ما خلا هتبقى فعل ماضي هتبقى فعل ايه ماضي طيب هنا اذا لم تسبق بما في الحالة دية الاعراب هيختلف اذا لم تسبق بما هيبقى ليه اعرابين يا اما اسم مجرور على اعتبار ان عدا وخلا وحاشة هاعتبرها انها حرف جر يبقى ده اسم مجرور يا اما مفعول به على اعتبار ان انا هاعتبرها فعل ماضي وده يفسر لك اللوحة بتاعت ادوات الاستثناء لما قلت ان خلا وعدة وحاشة ممكن تيجي حروف وممكن تيجي ايه افعال يبقى اللوحة دي لوحة خلا وعدة وحاشة اذا سبقت بما يبقى هي فعل وما بعدها مفعول اذا سبقت لم تسبق بما يبقى هي حرف وما بعدها مجرور او هي فعل وما بعدها ايه مفعول نشوف الكلام ده في مثالين يفضوا الاشكالية ديت ويسبتوا القعدة بتاعتنا طيب مثال بيقول لي ايه جاء اللاعبون عدى وهنا ما جاء اللاعبون عدى واللي ايه او ما عدى ما عدى واللي يرسى اللي يسري على عدى يسري على خلا ويسري على حاشة هنا جاء اللاعبون عدى عدى ما فيش ماه يبقى في الحالة ديت ليها حلين يعتبرها حرف جر يعتبرها فعل ماض وفي الحالة ديت هيبقى اللي بعدها حاجة من الاتنين يئم اقول لاعبا على اساس انها حرف جر يبقى ده اسم مجرور يئم اقول لاعبا على اساس انها فعل ماضي وما بعدها مفعول ايه به يعني حتى ممكن نكتب كده اسم مجرور وهنا هنكتب مفعول به طيب هنا بقى طالما في ماه مادية حسمة الامر مادية خلتها على طول فعل ماض وهيبقى اللي بعدها مفعول به يبقى ما جاء اللاعبون او هنا عفوا جاء اللاعبون ما عدى ايه لاعبا ما عدى لاعبا وهيبقى مفعول ايه به يبقى نلخص الكلام ده كله قبل ما اديك تدريبات على الدرس دوت احنا اتفقنا قلنا ان اول حاجة المستثنى بإلا لازم اتقى عارف نوع الاسلوب تم مزبط تم منفي ناقص منفي تم مزبط يبقى واجب النصب تم منفي يجوز النصب او يعرب بدل من المستثنى منه ناقص منفي يعرب على حسب موقعه في الجملة وعلمتك ازاي تعرف بتشيل ما وتشيل او تشيل اداة النافي وتشيل إلا وتعرف الجملة عادي بس فيه اداة واحدة بتشيلها من المعنى لكن لها استخدام اللي هي ليسة يعني لما يجي يقول ليس الرجل إلا أبي هتلاقي الجملة الرجل أبي الرجل مبتدأ وأبي ايه خبر في الحالة دي هتعتبر ان أبي خبر ليسة خبر ايه ليسة عشان تقول خبر ليسة منصوب مش هتقول عليها خبر مرفوع طيب لو جيت بقى على خالة أو غير وسوى غير وسوى ما بعدهما اللي هو المستثنى مجرور بالإضافة غير وسوى بتعرب اعراب المستثنى بإلا يعني انت تتخيل ان الجملة فيها إلا وتعرب المستثنى تدي اعرابه الغير وهو هيبقى مضاف إليه خلق وعدق وحشا ما بيهمنيش نوع الإسلوب لا تفرقش معايا بقى تم موزبط تم من منفق ما فيش الكلام ده تفرق معايا في ما ولا ما فيش ما هي ما عدا ولا عدا لو قال ما عدا فعله وما بعدها مفعول لو قال عدا يبقى حاجة من اتنين يا حرف جره وما بعدها اسمه مجرور يا فعل وما بعدها مفعول به تعال كده شوف معايا برضو التدريبات اللي هي من النوع اللي لغبط شوية يعني ايه هو مش قصد لغبطك ولكن هو هيقول لك ايه بص لعبته في الملعب الكبير لعبته في الملعب الايه الكبير ما خلى يوما يعني انا بلعب في الملعب الكبير كل يوم لكن في يوم ملعبتش ايه فيه وحطي لك خط تحت ايه يوما ماشي وجيه ام قالك لعبته في كل الملعب ماشي لعبته في كل الايه الملعب وقال لك خلى في الحالة دي الملعب وسبها كده لو جيه طلب منك ان انت تعرب هنا يوما خلاص هو قال ايه ما خلى او خلي دي لعبته في الملعب الكبير ما خلى ملعبا مش هتفرق المهم ما خلى يبقى على طول دي مفعول ايه به طيب هنا خلى يبقى في الحالة دي دي ممكن تبقى ليها حلين لو جيه الهلك اضبطها بكل وجه ممكن ممكن تبقى ملعبا وممكن تبقى ايه ملعبا على اساس هنا هتبقى اسم مجرور وهنا هتبقى مفعول ايه به طيب جاء مقايل عدا اللاعبون سريعا يبقى عدا اللاعبون سريعا ما عدا لاعبا وحطي لك خط تحت اللاعبون وتحت لاعبا وقال لك اعراب ما تحته خط على الترتيب فاعل فاعل اتنين فاعل مفعول به تلاتة مفعول به فاعل اربعة امجيه ايه المفعول به مفعول به سيبك بقى هنا من عدم منطقية ان يقول مفعول ومفعول على اساس ان يدي اللاعبون ودية لاعبا وان يقول فاعل وفاعل سيبك من المنطقية ديت احنا ناخد المثال ونحاول نفند عملية الايه الاختيارات هو الاول عدا هنا ما تجريش عليها وتقول ان عدا ديت اه اداة استثناء لان عدا هنا بمعنى جرى بمعنى ايه جرى صح كده يبقى اللاعبون دي فاعل يبقى الاجابة يا دي يا دي طيب هحدد ازاي خلاص انا عرفت انها فاعل عدا اللاعبون سريعا ما عدا لاعبا ما عدا هنا بمعنى الا تحمل معنى الاستثناء يبقى هي بتاعتنا في قبلها ما يبقى اللي بعدها مفعول به يبقى الاجابة عندي هنا اللي هي فاعل ومفعول ايه به مثالين تانيين هيقول لك خل جسدي من الالم ما خلى قلبي ماشي ومثال تاني هيقول نفس المثال خلى جسدي من الالم وما خلى قلبي خد بالك هنا قال خلى جسدي من الايه من الالم خلى بمعنى ايه خلى هنا بمعنى انتهى او فرغة بمعنى ايه فرغة طيب خلى ايه خلى جسدي خلاص ده فعل عادي جسدي فضي من الالم يبقى جسدي هنا هتبقى ايه هتبقى فاعل ما خلى قلبي يعني ما عدا قلبي يبقى قلبي هنا مفعول ايه به صح لكن هنا قال خلى جسدي من الالم وما خلى قلبي الوودي حرف عطف يبقى خلى هنا بمعنى فرغة وخلى هنا بمعنى فرغة بس منثية يعني هنا كأنه بالضبط بيقول إن جسدي فدي من الألم لكن قلبي وقلبي ما إيه مفضيش ما قالش إلا خالص يعني دي مش بمعنى إلا دي بمعنى وما فرغة يبقى إذن هنا هتبقى قلبي أيضا إيه فاعل يبقى هنا المثال ده فاعل والمثال ده إيه فاعل طبعا فيه وليت أمر سيدة فضلة كده اتصلت بينا مرة وجابت سؤال على غير أو سوى أحب أفكركم بيه تاني قالت طبعا بس مش متذكره بالضبط بس يعني زي ما تقول كده كانت قالت أغفل مثلا قالت أغفل المتخلف مش عارف مستقبله أخليها ناخدها بمثال تاني بس نفس الجملة يعني حاجة شبيهة بها نقول أغفل مثلا الطالب الحقيقة غير خاشن لوما أو غير عابئ بما سيحدث مش هتفرق سواء دي أو دي المهم إن أغفل الطالب الحقيقة غير هنا غير مش أداة استثناء هنا يا شباب غير هتعرب على حسب موقعها في الجملة هي كأنها بتقول أغفل الطالب الحقيقة خاشيا لأن غير لما بتخش على حاجة بتبقى اللي بعدها مضاف إليه هي خدت إعربها فلو أنا قلت أغفل الطالب الحقيقة خاشيا هتبقى هتبقى في الحالة دي حالي يبقى هنا غير هتبقى إيه هتبقى حالة منصوبة وهنا مش هتبقى استثناء أبناء الأعزاء كده خلصنا درس الاستثناء راجعنا مرة تانية مش هنرجع له تاني خلاص بقى كده واخد حقه أشكركم على حسن استماعكم أشكر زملاء العاملين بقناة مصر التعليمية على جهدهم الوفير وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء وأن يكون النجاح حليفكم دوما أيها الأبناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته